FAB Classification of Acute Lymphocytic Leukemia, ALL تصنيف FAB لسرطان الدم اللينفوي الحاد يستخدم الأطباء لاختبارات التشخيصية لمعرفة مرحلة السرطان وتساعد معرفة مرحلة المرض في تحديد نوع العلاج الأفضل ويمكن أن يساعد في التنبؤ بحالة المريض هناك علاقة بين مرحلة ALL وتشخيصه إذا نمى ALL وتفاقم فقد تتغير المرحلة بمرور الوقت فيما يلي شرح لنظام التصنيف FAB المستخدم بشكل شائع والذي يستخدمه الأطباء لوصف ALL أولاً L1 حوالي 25 إلى 30% من حالات البالغين و85% من حالات الأطفال من كل هذا النوع الفرعي وفي هذا النوع تظهر الخلايا الصغيرة مع شكل نووي منتظم كروماتي متجانس نوية صغيرة أو غائبة داخل النواة سيتوبلازم هزيل ثانياً L2 حوالي 70% من حالات البالغين و14% من حالات الأطفال المصابة من هذا النوع الخلايا كبيرة أو متنوعة الأشكال شكل نووي غير منتظم كروماتين غير متجانس نوات كبيرة ثالثاً L3 هذا نوع فرعي نادر مع حالات 1 إلى 2% فقط وفي هذا النوع تكون الخلايا كبيرة وموحدة مع فجوات في السيتوبلازم الذي يعلو النواة تم التخلي عن هذا التصنيف من قبل منظمة الصحة العالمية لأنه لا يمكن التمييز بين الأنواع الفرعية L1 و L2 من حيث الأعراض وقامت منظمة الصحة العالمية بتعديل نظام فاب إلى 1. سرطان الدم اللنفاوي الحاد سرطان الغدد اللنفاوية أو L1 و L2 سابقاً يحتوي هذا على أنواع فرعية تشمل سرطان دم لنفاوية حاداً من نوع B وتصل نسبتها إلى 78% من الحالات سرطان دم لنفاوية حاداً من نوع T تشكل 22% من حالات الإصابة 2. بيركتلوكيميا أو لنفومة أو L3 سابقاً 3. سرطان الدم الحاد ثنائياً نمط